اهلا بحضراتكم مرة تانية لسه مكملين في احتفالنا بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة وفي الشك ان ثورة 23 يوليو ساعدت مصر في تخلصها من الاقطاع واعادتها الى الساحة العالمية ادرت كمان هذه الثورة المجيدة انها تنقل المواطن المصري من مجرد مزارع في ارض الملك الى مالك رسمي للارض خلينا ناخد حضراتكم لقراءة وافية عن الانجازات الاقتصادية والتغيرات الجدرية لحققتها ثورة 23 يوليو وهنا استعرضها دلوقتي معضفة في الاستوديو الكاتب الصحفي احمد رفعت صباح الخير على حضراتك واهلا بك معي اهلا بك سوزان وحضراتك طيب يعني مصر قبل 23 يوليو 52 كان الواقع فيها مختلف الى حد كبير زي بكنا نتكلم كان فيه اقطاع كان فيه فكرة رأس المال فيه حاجات كتير جدا كانت مختلفة ادرس هذه الثورة انها تغيرها منذ يومها الاول ايه اللي حصل اللي حصل يعني كلام كبير جدا ومجهود خرافي لانه يعني انا لو اخذت من حضراتكم دقتين بس متصلين واقول اللي حصل من انجازات ربما الناس كتير يعني فيه ناس كتير هتبقى عرفة وفيه قطاع من الناس ممكن يبقى زاكرة يعني اتمنى انا حضراتك تاخد دقتين براحتك يعني نعرف لانه فيه جيل جديد اكيد ممكن ما يبقاش عارف عن مساببات اندلاع الثورة او ايه اللي حصل وقتها مش بس مش عارف ده هو كمان اتعرض لحملة تشويه بالزبط يعني هائلة للأسف الجماعة الارهابية ما كانش عندها خصم قبل 2013 إلا ثورة يوليو وحتى لغاية النهاردة يعني تبص على أدوات الإعلام الإخوانية الإرهابية هتلاقيها ثورة يوليو ويونيو الفترة دي والفترة اللي احنا عايشين فيه فاحنا لما نتكلم مثلا على انه بعد ثورة يوليو لما نعرف انه عدد كبير من المؤسسات العظيمة اللي احنا بنلعم النهاردة بشغلها مثلا جهاز مخابرات العامة كنا في دولة جهاز models كنا في دولة جهاز العظيم اللي هو اسمه الرقابة الإدارية كنا في دولة جاهز زي الجهاز العظيم loves للتعباء والإحصى كنا في دولة جهاز مركزي لالتنظيم والإدارة كان شغل الموظفين العموين يعني للملفات الإدارية fascinating عطيقة القديمة اللي بتشوفها في الأرشيف القديم. ما كانش فيه بالمعنى العلمي الموجود النهارده جهاز زي الجهاز المركزي للمحاسبات. ان في حاجة اسمها جهاز المالية المحاسبية كده حاجة يعني عطيقة يعني أنا آسف في اللفظ يعني متخلفة بقى وسائل الإدارة القديمة. لما نعرف مثلا انه ما كانش فيه المركز القومي للبحوث. ما كانش فيه المركز القومي للبحوث الزراعية. ما كانش فيه المركز القومي للبحوث الجنائية. ما كانش فيه معهد دراسات الأفريقية. ما كانش فيه جهاز عظيم مؤسسة مطلعة أغلب يعني كل خبراء التخطيط في مصر. من الدكتور الجنزوري للدكتور آيشة في العرب. اللي هو المعهد القوم للتخطيط. ما كانش فيه في مجال الصحة لمعهد القلب. ولا المعهد القوم للأورام. ولا معهد يوتور بالرهب الهرس. ولا معهد السكر. ولا معهد السموم. ولا تمانين مستشفى حميات وصدر اللي شعلوا مصر فيه أزمة كورونا. ما كانش فيه التأمين الصحي. ما كانش فيه هاي القوامل الإسعاف. ما كان فيه جماعيات خاصة وأهلية هي اللي شغالة. ما كانش فيه القمسون الطبي. ما كانش فيه الوحدات المجمعة اللي في الريف. في مجال الثقافة. ما كانش فيه الهياء العام من الكتاب. ما كانش فيه هاي القوامل الأوسائق. ما كانش فيه هاي القوامل الترجمة. ما كانش فيه تعليم أصلا. ما كانش فيه ده في مجال الثقافة. ما كانش فيه المسارح النوعية. الطليعة والعرائص والحاجات دي. ما كانش فيه معرض الكتاب. ما كانش فيه أهية قصور الثقافة العظيمة اللي بتنور مصر كلها. هتروح كل المجال. ما كانش فيه برق القاهرة. ما كانش فيه هذا المبنى العظيم اللي احنا فيه النهاردة. واللي 60 سنة بيناور مصر كلها. وبينور وطن عربي ومطلع كوادر الإعلام في المنطقة كلها من المحيط الخليج. ما كانش فيه مثلا كرنيش النيل اللي برده. ده ستينات برضو. يعني بعض الثورة. فالدولة بالمعنى العلمي. المعنى الدولة ما كانش فيه قبل 52 دولة بالمعنى العلم. إذا روحنا لبقى المجالات. هنتكلم نفس الحكاية في كافة المجالات. ما كانش فيه الصعيد. مثلا فيه جامعات. الدلتة ما كانش فيها جامعات. كان الإسكندرية وجامعة المالك فؤاد الأول. هي القاهرة. فيه مثلا في تروح للرياضة. ما كانش فيه استاد القاهرة مثلا. ما كانش فيه على مستوى الجغرافية. ما كانش فيه محافظة الوقت الجديد. ما كانش فيه مدرية التحرير. اللي هي النهاردة أجود الأرض الزراعية اللي هي تحولت إلى مركز بدر. ما كانش فيه مصيف المعمورة. اللي هو مصيف الطبقة المتوسطة الخمسين سنة اللي فاتوا. ما كانش فيه مصيف جمصة. مصر دي كانت قبل 52 حاجة تانية خالص. مين بقى اللي بقى نعم بيها؟ مجتمع النصف المية اللي هو خليط من الأسر الملكة. كبار ملاك الأراضي والسروات. والأجانب اللي موجودين في مصر. شعبنا بقى اللي احنا نعرفه. اللي هم أبانا وأجدادنا. أبناء البلد الحقيقيين. ما كانش لهم موجود قبل ثورة 23 يوم. طيب. عايزين نتكلم عن وجه استفادة الشعب من هذه الثورة. يعني حالك ذكرت حاجات كتيرة جدا حصلت وبنشوفها حاليا. الناس وقتها بعد قيام الثورة مباشرة. إيه أول حاجة استفادوا منها؟ أول بوص 45 يوم من ثورة يليو. كان قانون الإصلاح الزراعي. وطبعا ده قانون قلب الدنيا كلها. لأنه اللي طبعا حضرتكم عارفين. بس طبعا سادة المشاهدين لازم نقول لهم. أنه شكل الملكية الزراعية في مصر يتغير كذا مرة. في النهاية أراضي الشعب المصري كلها تصدرت من الوالي محمد علي. وبعد كده أولاده خدوا ورثوا الأرض. من فضل تنزل تنزل تنزل. جزء منها راح للكبار العاملين في القصور الخدوية. واللي غاية ما وصلنا إلى أسوأ مأساة عارضت لها مصر. أنه جزء من أراضي الزراعية توزع على اللي وقفه ضد أحمد عربي. لما جاء الاحتلال الإنجليزي. نزلت الثروة لغاية من صورة يوليو وخدت هذه الأراضي ورجعتها ثاني للفلاحين الغلاب. ومش غريب أنه أول قرارات الثورة أنه رد أملاك أحمد عربي لأسرته مرة أخرى. لأنه في 1282 الاحتلال الإنجليزي صادر صروة البطل العظيم أحمد عربي. صاحب أعلى وأكبر وأشرف صيحة في العصر الحديث قالت إن جيش باصل المصريين. أراضي وأسرته كلها صدت ممتلكاتهم. أول قرارات صورة يوليو أن هذه الأراضي ترجع لأهلها. إحنا قبل صورة يوليو عايز أقول حضراتكم وحضراتكم زي ما أقول عارفين. بس بالفكر سادة المشاهدين مليون ونص تقريبا أسرة مصرية كانت بتمتلك من نصف فدان لأقل. يعني بالمعدل كده إذا تعبلت النسبة فيه من 8 من 10% من 100 من الفدان. إذا وزعنا النسبة الإجمالية. فيه أكثر من 570 ألف أسرة كانت بتمتلك من نصف فدان لفدان. وبعد كده تنزل ربعمية وحاجة ألف أسرة من فدان لتنين. لغاية بتنزل 150 ألف أسرة تمتلك من 3 فدان لخمس أفدان. هذه التركيبة اتغارت بالكامل وأكثر من 672 ألف فدان توزعوا على عشرات الألوف من الأسرة. نقطة عايزة أسترجاعها مع حضرتك. نفوض فيه حوالي 8.5% من الأراضي المنزرعة في مصر بالضبط. تم نازع ملكيتها وتوزعها على الفلاحين. إزاي كان بيتم توزعها على الفلاحين؟ على أي أسس؟ على أسس أنه الطبقات المعدمة التي لا تمتلك أراضي الزراعية. توزعت بنسبة 3 إلى 5 فدان لكل أسرة. وحضرتك عارفة بقى أنه على 40 سنة ويتم تقصيط المبلغ بأضعاف الضريبة الزراعية. إلى آخر قانون الإصلاح الزراعي. اللي طبعا وضع هذه الأسر عشرات الألوف من المصريين على خريطة الحياة في مصر. ومعدمين. ودخلين بقى في النسب التانية. يعني 40% من شعبنا من الحفاء. للأسف 50% بطالة. 75% أمراض متوطنة. 90% أمية. يعني النسب زي ما قولنا قبل كده الحاجات اللي انجزت. النسب التانية بتقول أنه ما كانش فيه شعب عايش حياة كريمة. فيه لقطة كده لمحمد بيك سعيد رئيس النقب وزير المالية 1950 آي. يعني للأسف تعبير صعب نقوله على الهواء. لكن أي النصف والسكان مصر يعيشون عايشة كذا. وطبعا يعني يقصدون هما خارج الحياة. ليش غير أدمية. طيب. نقطة برضو غاية في الأهمية. نحب أن نتكلم فيها مع حضرتك. وهي أن هذه الثورة كتبت ميلاد جديد لدور مصر المحواري والمهم جدا. وهي الإقليمي في المنطقة. نحن شفنا بعد عام من الثورة مباشرة في 53. دعمنا سودان في اتفاية حق تقرير المصير. وحصل على استقلاله في 56. شفنا دعم ثورات المغرب العربي. تونس والجزائر. شفنا اليمن في 62. شفنا العراق في 58. فإزاي إدرت مصر في هذا التوقيت بعد الثورة مباشرة. أنها تدعم ثورات التحرر العربي والأفريقية أيضا. طبعا قدام جيل مختلف بيحكم البلد. هو ابن المؤسسة العظيمة. اللي اسمها القوات المسلحة. ده جيلة ربع الوطنية. وعاش معاناة أزمة فلسطين 48. وكان عنده موضوع الكرامة الوطنية في صدارة أولوياته. وأنه قرار مصر يبقى من داخلها. ويتاخذ باللسان أبنائها. وأنه محدش يتحكم في القرار المصري. شفنا في 53 الجمهورية بتتأسس. وبتعلن في يونيو 53. وانطلقت مصر في الكرامة الوطنية. ومفاوضات الجلاء. لغاية ما شفنا آخر كونيدي بغطاني مش موجود. في الفترة دي ناس بقى متطلعة جوة مصر. وفي الوطن العربي إن دور مصر يكبر. في المقابل في قوة أخرى شايفة إن العكس لازم يحصل. وإن تحجيم هذا الدور لازم يكون مبكرا. كانت بقى الحلف بغداد ابتدى يشتغل ضد مصر. إذا عاد في الخارج مصر الحرة وخلافه ضد مصر. من يعني من دول تانية أرائبة. وابتدى محاولة يعني تحجيم الدور المصري. اللي كان زي ما حدك أشرت في أكتر من مكان. انطلق طبعا سلط العرب كانت 54 جزائر. تدعم ثورة الجزائر. وانطلقت أغلب الثورات في المنطقة. كان مطلوب إنه مصر تأمن موقعها ودورها. من خلال إنه الاستعمار يعني جزء من أسباب دعمنا لليمن إنه الاستعمار البريطاني ما يبقاش موجود في المنطقة. وفعلا بعد خروجه من اليمن خرج من الخليج العربي. اللي تحاول بعد كده إلى صارواتها إلا استفادت منها المنطقة العربية كلها وكل الشعوب العربية. يعني كان في رؤية إن المنطقة دي ما كانش حتى يعني حتى ناس طوال التاريخ في الإعلام الإرهابي ده. ما كانش شعار فارغ إنه بطرول العرب للعرب وأرض العرب للعرب. لأ ده كان شعار متقال وكان بيتطبق على أرض الواقع. طيب فيه فئة أخرى فإنما إحنا تكلمنا عن الفلاحين وإزاي انتصرت ليهم هذه الثورة. لكن كمان كان فيه فئة أخرى انتصرت لي هذه الثورة بشكل كبير جدا نفاقة العمال. ده العمال يعني. احنا شوفوا أنا سأزلت حضرك في دقيقتين. اتكلمت فيهم ما قلتش في رقب ولا اسم مصنع واحد. عشان كده رجعت الحضرتك. أشكر حضرتك جدا لأنه هم والعمال والفلاحين كانوا يعني الفئات الأكثر ظلما كل 70 سنة استعمار. وعشان كده جات لما الثورة حبت تفكر حبت تنصفهم. ومن هنا جات يعني فرصة أن نشرح حاجات ممكن تبقى مش موجودة دلوقتي. لكن كانت مصار جادة لفترة طويلة. يعني مثل فكرة 50% عمال الفلاحين في المجالس البرلمانية. كان وقتها مطلوب عشان العامل البسيط الغلبان ده أو الفلاح الغلبان ده. لما كان يفكر يترشح ضد إقطاعي أو رأس مالي. طبعا فيش منفس خالص. فكان لازم ضرورة تأمينه عشان الطبقات دي لغاية ما يعني عودها يقف في المجتمع. وحقها ترجع وتبقى مستقرة في ضمير المجتمع كله. ساعتها ممكن نرفع هذه التحصين اللي كان في 50% عمال الفلاحين. فجاءت النسبة وجاءت نسبة الأرباح في أرباح المصانع. وجاءت جاءت تأمين الصحي وجاء طبعا ده كل ده بالنسبة للعمال المنع من الفصل التعسوفي. وعلى تحديد ساعات العمل كل دي قوانين ما كانتش موجودة. أصلا كلمة الموظف ما كانتش موجودة. كلنا فاكرين المصطلح يعني البغيد اللي كان بيستخدم بيسمي العامل أو الموظف العمالي مستخدم. يعني حتى كانوا مستكترين كلمة ومصطلح موظف. فتخالي أنه بعد ألم مثلا كتاب مهم للدكتورة ناهد يوسف دي السيدة التي صنعت سنة 56. لما بعد كده صنعت الدواء في مصر. لأنها كانت لسا متخرجة وسلموها. هي أيلة بنفسها. أنه كان يسموها مصانع لكن كان عبارة عن ورشة يعني صغيرة. شافت العمال المصريين إزاي بيتعاملوا من الملاك وخصوصا الأجانب. في إساءة المعاملة وإهدار الكرامة والفصل في أي لحظة. والألفاظ زي النبية بتستخدم مع الموظفين المصريين أو العمال المصريين. كل هذا تغير بعد ثوة يليو. فلما نلاقي كمال مصر كلها بتزرع مصانع. يعني شركة مصر العليا الغازل والنسيق. مصانع في الغازل كده غازل المانيا غازل سهاج غازل أسيط غازل الفيوم غازل بن سويف. مصر دي مصر الوسطى قصدي. مصر العليا غازل إنا غازل سهاج مصانع غازل في كل مكان. مصانع غازل دمياط مصانع غازل شبين طنطة للزيوت والكتان المراجل البخرية. الناصر للتلفزيون الحديد والصلب سيماف لصناعة عربات تسكك الحديدية. الترسانة الإسكندرية البحرية. كيمة أسوان اللي الرئيس السيسي مهتم بها جدا. 11 مليار مطلحهم سيادته لإنقاذ الشركة وتطويرها. إلى دمانهور للنسيج. إلى ستية للنسيج. إلى ركتة للورق. إلى مصانع شبراء الخيمة. مصانع حلوان كلها. لما تتكلم على المصانع الغذائية. قهة. اتفينة. كانت قبل ما تتصفى. للأسف بسكو مصر. لما تتكلم على شركات خاصة بصناعات متخصصة جدا. زي اللي قلنا المكسفات البخرية في المراجل. أنت رحت للمصر بمنطقة تانية. اللي شغالين في كل اللي نقوله ده. أكثر من ألف مصنع تقيل. هم عمال مصر اللي حضرتك تفضلت وسألت عنه. عظيم. طيب نروح لفقة أخرى. إزاي دعمت ثورة المرأة. وتحديدا المرأة الرفية. 56. الناس ربما مش هتصدق أن المرأة المصرية. لا كان لها حق الترشيح ولا لها حق التصويت. دستور 56. ها تخيل. المرأة المصرية النهاردة. النهاردة وصلت. الرئيس السيسي النهاردة. بنتكلم على نص مثلا من نياب الإدارية. قضيات. أو عدد كبير من قضاء مجلس الدولة. قضيات. بنتكلم على النهاردة على 8 وزيرات في الحكومة. بنتكلم على 162 نائبة في البرلمان. بنتكلم على 40 نائبة في مجلس الشيوخ. بتتكلم على دعيات في الأوقاف. واربعة وكيلات وزارة في وزارة الأوقاف. ده ابتدى بقى 56. لأنه لولا تحرير المرأة وقتها. ومنحها حق التصويت. وحق الترشيح. وشفنا أول نائبة مصرية السيدة رواي عطية. وسيدة حكمة أبو زيد. بعد كده أول وزيرة سيدة حكمة أبو زيد. بعد كده أول رئيس هيئة عامة سيدة سيدة قلموي. بعد كده أول سفيرة سيدة عائشة راتب. لغاية أول قضية السيدة الله رحمة تهاني الجبالي. وشفنا بعد كده هذا العدد من الوزيرات. وطبعا كل دول أنجاز وأنجازات عظيمة. سيدة حكمة أبو زيد دي. اللي عملت الزائرات الرفيات. وعملت المرأة المنتجة. وعملت يعني الشغل الخاص. كانت وزيرة شؤون الاجتماعية في هذا التوقع. اه كانت وزيرة شغل الخاص بي. التعامل مع الحروب والجرحة والأسر الشهداء. فأنت أدي الفلاحي اللي تكلمنا. العمال سأله أستاذة جمانة أدي المرأة. التعليم عايز أقول لحضرتك من 1282-1952. الصرف على التعليم في مصر في 70 سنة. 200 مليون جنيه. 1952-1962. في عشر سنين 400 مليون جنيه. يعني في عشر سنين ضعف اللي الصرف في 70 سنة. فأنت قدام إنجازات في كل المجالات. لولا 1950-23 يوليو. ما نقلناش وصلنا للحل اللي احنا فيه. كل شكرا لك فانهم شرفتنا ونورتنا. الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. شكرا جزيلا لك فانهم. شكرا لحضرتكم. شكرا لكم. شكرا لكم. وحضرت طيبة.